متتبعي قناة أنفاس باريس مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج كازاء سيتي اليوم سنناقش موضوع الشماعي من الدرجة الأولى الأمر يتعلق بمجموعة من متقاعد الوكالة المستقلة للنقل الحضاري بمدينة الداربدة الوكالة المستقلة للنقل الحضاري بمدينة الداربدة كانت تدبر قطاع نقل عبر الحافلات بالمدينة قبل شركة نقل المدينة وكذا شركة أعزاء التي تدبر القطاع حاليا من أجل مناقشة هذا الموضوع عادنا استضيف السيدة محمد أخبيريق متقاعد من الوكالة المستقلة للنقل الحضاري منذ 2013 سي محمد مرحبا بك شكرا جزيلا على السيدة سي محمد من المطالب اللي الآن تطالبون بها بشكل مستعجل وقضية تتعلق ببطاقة الركوب حيث أنكم تتقولون أنكم تحرمتم من الحق هذا كيف سل المتتبعي قناة الفاس باريس هذه القضية شكرا جزيلا على السيدة أولا قبل كل شيء كنا نشكر هذه القناة الفاضلة على استقبال الحفا وفتحاتنا الأبواب ديالهق وهذا الشميز دنيا إلا تشجيع ووادعا الحمد لله تشارف لنا باختصار أستاذ نحن نحن على التقاعد مثلا عبدو ربيه منذ 2013 وقعنا كنتم تتبعوا أحد البطاقة لرغم أننا جاءت نقل المدينة وقعنا كنتم تتبعوا ذلك البطاقة كنتم تتبعوا ذلك المضايقات كي يقوم بعد منواشات شيء بين الفين أو الأخرى ولكن كل الناس كيركموا مؤخرا من نجاة هذه الشركة المفوضة في القطع وهي ألزا وأنك نتعرضوا للمضايقات على سبيل المثال كي يطلع الإنسان كي يطلع المراقب كي يقال إنسان متقاعد لجاوة 60 أو 70 سنة أو الأرمالة ديال المتقاعد أو الإبن تجريه بالبطاقة تقول له ديال البطاقة غير صالحة للركم ما لهم أن البطاقة هي ديال نقل المدينة وماشي ديال أرزا كي حاول يسحب لي لهذا الإنسان رفض المتقاعد أو الأرمالة أو الإبن كي يلتاج به للدوائل الأمنية بالحافلة مثلا عسابي المثال مثلا أركم مثلا من البروسي وجهة بطل المدينة وضبطوه في المدينة في الطريق مثلا كي يرجعوه به ويقدروه يبقى تماما حتى يجي المسؤول المدني ثلاث أو أربع ساعة يعني الحق هذا كان عنده في نقال المدينة مكان نسكن قموا دايقا وكي يبقوا وكيجي مسؤول المدني وكيفتحوه معه وكي ديروا لي محضر حسن الحد كالقون نازل الأمن الحمد لله وهذه شيء مجاملة كيتفاهموا الوضع كيشفوا الوضع ديانا أو كبار السن أو كي ديروا خدمتهم لأنهم موجبارين وكيخليوا الساميل دا أولا أقول لك شيء يقول لك تخلص خمسة وثلاثين درهم يعني تتعاملوا معك كأيون ناس كيخلص داعيرا يقول لك إلا رفض تقول لك الناس وكالراكبين كيتعطف على الإجنسان الكبار السن أو كادح شو ما سيختم معك 40 سنة تقول لك تقول لك المراقب أو المسؤول ما ديقول لك ديرها أنا اليوم منتقدت يقول لك دي شوف أنا عندي تعليمات ممكنش خسين طبقك هو مرغم ما عنده ميده احنا ما كان له موش المسألة كتقى غالية دي ما هو كال وليس دا وكيخمم يتحط شيء موقف حريج ومع المواطنين وحنا لو سنحنا مشكلين لبطاقة مثلا نقول مثلا أنا مثلا لوليدا تكبروا بطاقة يمكن ما يحتاج بها كيلي عنده السيارة كيلي وليدها بالسيارة ثومية لكل يحب كيلي بعض الأناميل يعانون والسد كيلي الأماريلي بقالها خمسين جنيه من من الأزر شعري وكي تعبروا الأزر الهزيل وعنده جزء تلاقي الأبناء ويترقلون الدراسة الكادا وطبا ما تيكي تشتغل في غطاء ونجوة بواحد الأزر الهزيل وعندها 45 سده وليد كيف ستدبير دي حيات ومو تقعيب وكيلي كيلي بغي بشي غير عال الطبيب غادي عال لعبط المدينة غادي عال الطبيب أو يزورش صادق صادق واش عبقى نتصرف هلاش عبقى نفهد غني عيشو مثلا أنا مثلا عندي مثلا 67 أو 260 سنة عام عام 33 أو 40 وغادي غادر إلى دار البقاء وهذه الناس ما اعتبرون وكيفش كشفت استفدو ثم من البطاقة واش كان انطلاقة من القانون وغير هي عمل كان إنساني وقانون مستر منذ 1999 ومقع فيه الوزير الأول آنة داك تخولنا الركوب بالمجان في سنة تقعوض حناق والآراميل والزوجة الدينة والأبناء اللي تحت الكفالة وفي واحد 68 يقول حق التنقل عبر شبكات النقل كل مسخدمي الوكال يتمتعون إما بواسطة بطاقة النقل وبواسطة بطاقة الشغل بحرية التنقل في سيارات المصلحة في كل الشبكة بالإضافة إلى ذلك توضع بطاقة فردية للتنقل صالحة للسعمال في كل الشبكة باسم الزوجة أو الزوج والأولاد الذين يجزون تحت الكفالة ويتمتعوا المتقاعدون وأبناءهم بهذا الامتياز هذا البن 68 لمسترق لمقع من طرف السيد الوزير الأول آنة داك أحمد عثمان وأثبت بختم وزير الشؤول الإدارية منصوري بن علي ووزير المالية أنا داك عبداللطيف غي ساسك وهو أستاذ أنا مثلا هذ الناس حرمونه يعطوني مثلا شي قانون أساسي كي يتعلم في هذا ما كيش هذ المولا قبل كي يطلع ويخذي يبقى على الأقل يقول لي وديكين واحد القانون كيف منعك إنته هذا كي يبقى غير منتوبة قدمتم ورسالات وشي كي دلنا ورسالات أستاذ منذ 2018 وكننا بحق مسجلس المدينة أو مسجلس التعاو اللي في 18 سابع اللي ويدوا بالقطاع قل لي ودي احنا ركم متقايدين عندهم تقصيونا من هذا الحق دينا الحق الاجتماعي كونوا هانين وكذي الأخير يعني ربما تبتونا حتى النوم اني وقع هاد 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 تدبير المفواد ما حضروش تلفوا رقاء الاجتماعي الذي يمثلونا العداد دي الطياد ما حضروش قبل ما نصلوا قضية العقدة الجديدة بالإضافة إلى القضية المجانية على البطاقة كان المشكلة آخر هو المركبات الاجتماعية تمام نعم أستاذ نجي دبا كان المركبات الاجتماعية اللي هو كان مثلا عدنا ايموزار ايفران وسدي بوزيد في محلة ديون التخيم دبا بقوا عبارة عن أطلال كيريبو يوم بعد يوم وما كانت الإصلاح ونحن تحربنا بنا وكانت شئ جمعية اللي تدبر كانت جمعيات شئول الاجتماعية اللي كانت منتخابة من نجاة نقل المدينة معاوش دارة انتخابات اللي هو تجدد كل ست سنوات ما تجدد ولكن الأعضاء اللي كانوا فيها النادات واحد العداد فيهم واتقوا ثلاثة أربعة الأعضاء اللي باقل حاليا هذوك همشوهم يعني ما عمروا صدقهم ما كي أعطوهم لواحد في المئة دي لأدات لا تأشي عاجح حتى واحد المقاة كان عدنا هنا في العارف كانوا يدخلوا الإخوان يقلسوا في المتقاعدين حتى ما منعوهم المتقاعد غير مرغو فيما يدخل في المتات المقاة يعني ولا بحل براني لبا حتى تذيق البطاقة والسد التنقل تبتلي الهوية اللي الدولة بطاقة ما عندوش قد قل 40 ساة نخدم في النقل الحضاري وكان اعتز بهذه القيضة لأنه قدمت خدمات جديد لهذا الوطن مناسبات وطنية ودينية ومناسبة ريادية وكنا كان في قول الخمسة سبعة راكي وانسار التنقل المواطنين البيضاء بصفة خاصة والمواطنين المغربي بصفة عام انا استاذ في 1973 وقعته على التقاعد في 2013 قضيت 40 سنة والوكالة امتبدت؟ تقريبا الوكالة منذ الربعينات والخمسينات كأن هذه الوكالة قائمة وغير في الامر استاذ اللي كيستغرب الإنسان وهو واحد القادية اللي غنحكي لك إنسان معنا محال على التقاعد ومشاق الدولة الأوروبية مكش مثلا الكي تسارع ويجباد يعني المدن الاختدام في الوكالة المساقل الحضر بالدار وصرفوه والله وعطوه بطاقة كاكب المجانة فرنسا الى حين الرجوع دياله والأخي رباقي شايدته لا يزال على قد حين وعطوه وصرفوه هذه الأوروب بين المحنق في بلادنا وشكو المتقاعد هذا هو الجميل على كل اعتبارنا هذا هو الرحلة اللي دار لنا أخف هل تتصلوا بالنسبة للمجلسة المدينة والأولياء ما هو رديانهم المشكلة قاعد الدرس مرسالة في الداخلية لكن نقف احتجاج في سهر 8 قال لك ودين لهم الدرس نظر الوضع الوضع التزمن بالتعليم الدير السلطة سوف نشوف ندبر ولكن ما كنش مثلا المسيس المدينة هاد الناس اللي يشير هاد القطاع اللي هما منتخابين احنا اللي انتخبنا لهم احنا المواطنين يدبرون الشئ المحلي ديال المدينة الدرمية هما اللي يجهزون على المكتسبة ديالنا مثلا جعل سبيل سيد عمضة هو يمن تقاع الديالوغ يخدم 6 سنين او امن تقاع الديالوغ سيارة فارها ومكتب موكية ويطلع لهم الشرجم ومعطاب هو امن تقاع الديالوغ وانا حرمني بطاق بخمسة درهم هذا هو الجزء ديال المتقاعد تكلف على تقاع الديالوغ موريح وانا تحرمني من واحد مسألة بسيطة غير نقطة فواد ليدا أستاذ من هنا انك مناشد الناس المسؤول والغير على هذا الوطن الحبيب باش يدخل لأصي مزارة داخلية شخص سيد الوالي اللي هو الممتنين صاحب جلال صلو الله يدخل ويعطي رجع المكتسبات الدوية ويعطي المسائل النصام ديالها وإلا بعض غادي يقول لك أن القادية المجانية ديال التنقل يعني ما يمكن اشفها داخل العقد تدبير المفوض الحالي شا تقول هم تغمي هما الزاء ربما غير مسؤولة لأن العقد هذا العقد فيه عدد للورق يفوق 120 أو 130 ورقة ربما هذي الناس يقول العقد أنا كان قطع الشكم اليقي لأنه ما قرأ ربما يعني يقعوه بجرة قلم ومعفوز محتوى دياله إنه كنت طرح المشكل ديال نحنا كمتقاعدين البطايق والشوء الاجتماعية كان يتحل عندنا أكثر من هذا أستاذ فكرتين كان واحد مركب رياضي في الطريق سيار في الوازيز في تقريب خمسة أو ستة هكتارات كنا كانت نتعو به هنا المرسو في الريد وعندنا فارغ ديال كرة القدم في الهوات ودنا في ملاعب ديال الكرة وكرة القدم وكرة صلة وكرة وكرة اليد كله الإخوان كمش أجهزة عليه الدولينا لأن مجلس المدينة والعمدة وهو اللي دبر مع القطاع وتعطينا منذ الثمانيين أعطينا سمو على كل حال تعطينا في ديالوقت ولكن الأجزار اليوم والوقت اللي هذا المركب تعطينا الوقت اللي نقل لمدينة درو ديال 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 جدوان ديال 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 ودخلوه وبقى خارج ديال ينفو ملقوش اللي يدو عليه دو دا بدين في ملاعيب ديال القرب يقول ملاعيب طب كي يستغلوا أشخاص لسوا أدري شون يستغلوا في واحد ثمانية أو ستة ملاعيب وكيتكلم خمسين درم اللاعب من الثامنة سابعة حتى الثانية عشر عائلين يدر أموال طائلة ما خدوش الدولة خدو أشخاص خسنا بتاع تحقيق لمن فويت ما يفوق الالفين أوستاد الفين متقاعد آه الفين وما يفوق من نتعى الوكالة وتعى نقل المدينة ديال الوكالة اللي خدوهم مع الوكالة المستقلين لنقل الحضاري وخدموه مع نقل المدينة لديهم قائل أساسي يتم تعون به احترون ما وما عندكم شيء تنستغل الآن مع ذلك المتقاعدية تعى نقل المدينة واش عندهم نص الإشكال لا لا دبع المتقاعدين نقل المدينة لهم خرق لأنهم كانوا مع الوكالة لأنهم تابعين القالو الأساسي عندهم قالو الأساسي تابعين ولكن هذي الناس مني كانوا خدامين توم هذوي النقل المدينة كانوا يتبطون البطايق همو الأبناء ديالهم ومن ضويم شيء جمعية ولا غير هو هي كيلة جمعية ولكن نحن دبعا ندوب اسم متقاعدين بس لازلنا نتكلم باسم متقاعدين بسفة عامة لحد ساعة أستاذنا ما داروا معانوالو هنرى بساعدين ندير وقفات احتجاجها أمام جلس المدينة ونقتدل حال نديروا مسيرات حتى ناخد الحق ديالنا هنبغي نغيب بطاقة اعترون بالهوية ديالنا كمتقاعدين كطوابسية بأسلوب همشونا ودحقنا ما غير سمعوش فيه أنا الحمد لله رفض دولة المؤسسات دولة حق القانون والدستور ديالي فيه في صلف هذه المساعد والناس ما يجددون جعلنا في المواطنة ديالنا وفي المغربية ديالنا لذا يرجع الحق لأهله هذا مكتسب لما كنتموز زيادة أو شي امتياز كنتموح حق ديالنا يرجعنا الحق الذي سلوب مننا لا قلة ولا أكثر شكرا سي محمد شكرا جزيلا متقاعدين لو كان مستقل النقل حطري كما يقول السي محمد لا يطالبون يعني بمتيازات بل يطالبون بمجانية لتنقل مدينة الضابدة شكرا متتبعي قناة أنفاس بريس وإلى اللقاء الجديد إن شاء الله